كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جوزيب بورل الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وقد أكد السيد الرئيس أهمية الاتحاد الأوروبية في إطار السياسة الخارجية لمصر سواء من ناحية كونه الشريكة التجارية الأول لمصر وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط من جانبه أشهد السيد بورال بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي منوها إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب مما يجعل مصر شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وقد تناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة لسيما ما يتعلق بمكافحة الهجراء غير الشرعية والإرهاب كما تترق اللقاء إلى التنصيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية خاصة تطورات الأزمة في السودان حيث أشهد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وتناول اللقاء كذلك مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعياً لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة كما تمت كذلك مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصاً في ضوء التدعيات التي طالت أسواق الغداء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي